مع انطلاق معركة الحديدة تعالت أصوات أممية وغربية تدعو إلى الحل السلمي بحجة تجنيب المدنيين المخاطر فبريطانيا طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن مع بدء المعركة فيما المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث دعا الأطراف المتحاربة إلى تجنب المعركة في الحديدة وحثا إلى العودة للمفاوضات وعبر عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في الحديدة وتأثيره الإنساني والسياسي وقال إنه على اتصال بالأطراف لتجنب المزيد من التصعيد داعيا إلى ضبط النفس مواقف تخالف سياسة المجتمع الدولي والمنظمة الأممية بشأن وضع الحديدة التي يقول تحالف دعم الشرعية إن الانقلابيين يستخدمونها في تهريب أسلحة ولتهديد الملاحة البحرية والاستيلاء على المساعدات فقبل أكثر من عام دعا التحالف عبر المتحدث السابق اللواء أحمد عسيري الأمم المتحدة لاستلام الميناء والإشراف عليه بعد ساعات رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الدعوة قائلا إن تأمين الميناء ليس من مهام المنظمة الدولية ليعود الناطق باسم التحالف ليؤكد أن المطلوب إدارة الميناء وليس تأمينه وطوال الفترة الماضية كرر التحالف دعواته لتحرك دولي يضبط تهريب الصواريخ ضمن حاملات الإغاثة عبر ميناء الحديدة وكذلك كرر طلبه بإيفاد المنظمات لرصد حركة المساعدات الإغاثية غير أن المنظمات امتنعت أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته